الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعطانا فأجزل ووهبنا فأكثر كم لله من نعمة علينا في أبداننا وأموالنا وسائر أحوالنا فله الحمد وله الشكر وله الثناء وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرشد الأمة إلى ما فيه خيرها ونجاتها وصلاح أحوالها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يتولاكم بعنايته وأن يكون معكم ناصراً وهادياً وبعد فإن من أعظم ما يتقرب به المؤمن إلى ربه أن يطلب العلم الشرعي والعلم الصحيح موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الملاذ وهم الحكم وفيهما النجاة ولذا لعلنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بمدارسة شيء من الأحاديث النبوية لعل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعطف علينا وأن يتولى شؤوننا فلعلنا نستمع لأحاديث أوردها لإمام البخاري في كتاب الزكاة نقرأها من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته فالظل الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازين مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعضين شيئا في هذا الحديث صدقة المرأة بأموال زوجها وطعامه وما تنفقه المرأة من أموال زوجها على أربعة أنواع النوع الأول ما أذن فيه الزوج لفظا فهذا لا إشكال في جوازه وهي مأجورة فيه مثابة والثاني ما عرف بواسطة عادته أو عرف الناس أن يأذن فيه من مثل بقايا الطعام فهذا إذا تصدقت به المرأة أو الخادم فهم مأجرون على ذلك والنوع الثالث ما منع الزوج زوجته أو خادمه من الصدقة به فهذا يحرم عليهم أن يتصدقوا به ولا يؤجرون فيه فهذه ثلاثة أنواع محل اتفاق بين الفقهاء وأما النوع الرابع فهو ما لم يوجد فيه منع ولا إذن لفظي ولا عرفي فهذا اختلف الفقهاء في جوازي أن تنفق المرأة منه ومن رأى الجواز استدل بحديث الباب حيث قال إذا تصدقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك واستدل بعض الجمهور بحديث الباب على أن المرأة يحق لها أن تتصرف في أموالها ولا يلزمها أن تستأذن زوجها في ذلك خلافا لبعض المالكية وفي الحديث أن من وكل في عمل صالح كان للموكل أجره كاملا والوكيل إن نوى بذلك التقرب لله كان معجورا وفي الحديث أن العمل الواحد قد ينال أجره جماعة من الناس لكونهم يكمل بعضهم بعضا في أداء ذلك العمل الصالح وفي الحديث جواز الصدق والنفق من الطعام وفي الحديث أيضا فضيلة اكتساب الإنسان وأن الشريعة ترغب في أن يكون الإنسان مكتسبا لا خاملا خلافا لبعض الفرق التي تزهد في الاكتساب وفي تملك الأموال وفي الحديث أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحب غير مفسد أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الصادقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني أو تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الإبن أطعمني إلى من تدعوني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة في الحديث فضيلة الصدقة وعظم أجرها وفي الحديث أنه يحسن بالإنسان أن يبقي من ماله شيئا يستغني به عن الناس ومن هنا قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وقوله واليد العليا هي اليد المنفقة خير من اليد السفلى هي اليد الآخذة في هذا تفضيل المنفقين على غيرهم وفي الحديث وجوبا يقوم الإنسان بالنفقات التي تكون لورثته الذين لو توفوا لورثهم وقوله تقول المرى إما أن تطعمني أو تطلقني هذا من كلام أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال في الحديث هذا من كيس أبي هريرة وفي الحديث وجوب نفقة المرأة على زوجها وأن مما يدخل في ذلك الطعام استدل الجمهور بالحديث على أن المرأة يحق لها طلب الفسخ متى عجيز الزوج عن القيام بنفقاتها وفي الحديث وجوب نفقة المماليك على أسيادهم وأنهم لا يستعملون إلا إذا كان عندهم من الطعام ما يقوم بأودهم وفي الحديث وجوب النفقة للأبناء متى كانوا محتاجين ونفقت الزوجة نفقة لها أحكام مغايرة لنفقة الأقارب ومنهم الأبناء ومن الفروقات أن نفقة الزوجة تجب لها سواء كانت غنية أو فقيرة بينما نفقة الإبن لا تجب له إلا عند فقر الإبن والفرق الثاني أن نفقة الزوجة تجب مع غنى الزوج وفقرة بينما نفقة الأقارب لا تجب إلا عند غناء المنفق ومن الفروقات أن نفقة القريب تجب على الوجهين يعني إذا كان الأب غنياً والإبن فقيراً وجبت على الإبن وإذا كان الحال بالعكس وجبت النفقة على الأب بخلاف الزوج والزوجة فإنها لا تجب إلا على وجه واحد فإذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيراً قلنا عليك يا أيها الزوجة أن تنفق حتى ولو كنت فقيراً ومن الفروقات أن نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم بخلاف نفقة الأقارب ومنهم الأبناء أحسن الله إليكم قال عن عروة وابن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني غنه الله قال حكيم قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزوا أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاً ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله في هذا الحديث فضيلة حكيم بن حزام رضي الله عنه وقوله سألت يعني طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني وفي الحديث سؤال صاحب الولاية وفيه أن الأفضل بالإنسان أن يتورع عن السؤال وفي الحديث ذكر ما تشرئب له النفوس من امتلاك الأموال وفي الحديث أن الإنسان ينبغي به أن يترفع عن تشفق النفس على أخذ الأموال وأن من أخذ المال بسخاوة نفس يعني بطيب نفس بورك له فيه يعني تمكن من أن يفعل بالمال القليل الحوائج الكثيرة وفي الحديث من الفوائد أيضا أن البركة إذا زالت لم يستطع الإنسان قضاء حوائجه بما لديه من المال وفي الحديث تفضيل يد المنفق على يد الآخذ على جهة العموم وفي الحديث أن نفق على الأهل والصبيان والبداء بهم في ذلك ولذا قال وابدأ بمن تعول وفي الحديث أن الصدقة ينبغي أن لا تكون إلا من أهل الغناء وأن من لم يكن من أهل الغناء لم يستحب له أن يدخل في هذا الباب وفي الحديث الاستعفاف عن المسألة وعدم تطلع وشراهة النفوس لما يبذل وفي الحديث أن من طلب الغناء من الله فإن الله جل وعلا سيغنيه وفيه في قوله لا أرزأ أي لا أنقص ولا أطلب من أحد شيئا من المال حتى أفارق الدنيا في الحديث تورُّح حكيم بن حزام وفيه القسم في قوله والذي بعثك بالحق وفي الحديث أيضا مشروعية عطاء جميع الناس من العطاء وفي الحديث جواز أن يرد الإنسان شيئا من العطاء وفي الحديث أيضا الإشهاد على من امتنع عن أخذ حقه الذي هو له وفي الحديث توزيع الفيء على مصارفه والفيء يراد به المال المأخوذ من غير أهل الإسلام في غير المعارك وفي الحديث أيضا امتناع حكيم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤال الناس وطلبهم حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبار وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلاء فاليد العليا هي المنفقة والسفلة هي السائلة في الحديث مشروعية الخطب على المنابر حتى في غير الجمعة وفي الحديث الترغيب في الصدقة وفي ترك السؤال وفي الامتناع من أخذ أموال الآخرين وفي الحديث تفضيل المنفق على السائل أثابكم الله قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو صاحب الحاجة أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء في الحديث من الفوائد الترغيب في الصدقة والترغيب في الشفاعة فيها فيه تعاون المؤمنين فيما بينهم وفي الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تلقي أحوال الناس وحوائجهم وفي الحديث الشفاعة في الخير والهدى ولذا قال اشفعوا فلتؤجروا وقال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها نعم أحسن الله عليكم قال عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي ولا توكي فيوكي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك وأرضخي ما استطعتي أسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وفي الحديث سؤال الإنسان عن ما يعرض له من المسائل وفي الحديث الترغيب في الصدق والحث عليها وعلى الشفاعة فيها وفي الحديث من الفوائد أن من أمسك ما له فإن الله يمسك عنه وقوله لا توكي فيوكي الله عليك الوكاء الحبل الذي يربط به كيس النقود الحبل الذي يربط به كيس النقود فيقول لا توكي بمعنى لا تتشدد في من يعطى فيكون هذا من أسباب الله من التضييق وعلى العبد وفي الحديث أنه ينبغي بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالبذل في سبر الخير وفي الحديث هبت المرأة لغير زوجها ولغير عتيقها إذا كان لها زوج وأن هذا من الجائزات إذا لم تكن هي سفيها فإن كانت سفيها لم يجز وقوله إرضخي الرضخ العطاء بغير حساب كانوا يستخدمون النقود الذهبية أو الفضية في مرات يأخذون شيئا من هذا المال بدون أن يحسبوه فهذا يقال له رضخ ثابكم الله قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أعتق في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بعير فلما أسلم حمل على مئة بعير وعتق مئة رقبة قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية أتحنث بها من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم فهل لي فيها من أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير هذا الحديث يتحدث عن من تصدق قبل دخوله في الإسلام ثم دخل في الإسلام وحكيم بن حزام من هؤلاء فقد أعتق في الجاهلية مئة رقبة يعني مئة مملوك وحمل على مئة بعير فلما أسلم حمل على مئة بعير أخرى وأعتق مئة رقبة فحينئذ سأل حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية من الحمل على الإبل وإعتاق الرقاب أتحنث بها من صدقة أو عتاقها أو من صلة رحم فهل لي فيها أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلف لك من خير في هذا أجواز شراء المملوك وإعتاقه لوجه الله وفي الحديث الكلام عن وصل الإنسان لرحمه حال الشرك بحيث يكون بعض قرابة لم يدخلوا في دين الإسلام ومع ذلك يواصلهم ويقف معهم نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين في الحديث جواز أن يعمل الإنسان خازنا عند غيره يحفظ له أمواله ومثل هذا ما يسمونه اليوم بمدراء المكاتب والسكرتارية ونحو ذلك وفي الحديث الترغيب في صفة الأمانة والثناء على أهلها وفي الحديث ائتمار الخازن والخادم بأمري سيده وعدم مخالفته لهما في الحديث بيان أجل الخادم إذا تصدق بأمري سيده غير مفسد للمال في الحديث جواز أن يستأجر الرجل الصالح وفي الحديث وكالة الأمين في الحديث قال فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين في حديث جواز التوكيل في إعطاء الصدقات ونحوها بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين يسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة أن يبارك فيهم أن يغفر لهم أن يدر عليهم في أرزاقهم وأن يتولى جميع شؤونهم وأن يجعلهم من القائمين بدينه وشرعه هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر شكرا